عزيزي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من برنامج وصام شرف في كل مرة بنجيب ضيف نكرموه النهاردة معنا قامة من قامات علاج بالقرآن هو الشيخ رضا راشد برحب بحضرتك يا مرحب بك يا فن شيخ رضا قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة أنا بس ليه تنويس صغير بس إن كانت عندنا حالة وفاية كانت موجودة في المستشفى بتاعت بنت اسمها رؤية يوسف معه الحالة دي تعبت في البيت زي أي طالبة وهي كانت في الإعدادي وبعدين يلوها المستشفى والدكتور جيه كشف عليها والدكتور اشتبه إن يكون فيه حالات من حالات التسمى فطبعاً لما بيكون حالة زي دي لازم بيجيبه دكتور صحة وبتجي نيابة وإحنا خلال الفترات اللي هم كنا موجودين في التنهاء أوراق عزيزي الطفلة هنا لايك فيس الناس بتكتب ده كانت مش عارف إيه ده عملت إيه ده سمبت إيه وإحنا عادين في المكان إحنا حتى ما نعرفش النتائج والحمد لله إن النتيجة طلعت ما فيش أي حاجة خالص وانتيجة سلبية والموضوع كله كان يعني هبوط في الدورة الدموية وتوفت زي أي حد ربنا يرحمها ويحسن إليها والحقيقة إن إحنا كان معانا الأخ عطى الحقيقة الراجل ده يعني كان دينامة المكان وبعدين يقول لك ده أنا هتصل لكم بعيد ومجلس شعبي ييجي والتصل نواجي وهو حضر في الموضوع وقال ده هيحاولها طب شرعي وقال ده هيحاولها مش عارفين والكلام ده كله بكش أنا كل اللي أنا عايزه برجوه إن أي حد ده هيكتب على الفيست لازم يكتب على حاجة مظبوطة 100% ما يكتبش حاجة يعني إحنا بنشوفه عادي ولك فيه تشكيل وزاري فيه تشكيل تغيير محافظين فيه البنزين فيه إنت مالك يا عم ما تستنى ما القرار ينزل من أهل القرار وبعدين نتكلم بنرجع تاني بنرحب بك يا شيخ رضا مرة يا رحب بك يا فندم شيخ رضا في الفترة اللي فاتت دي كلها ومن قديم الزمن الناس مختلفة عن موضوع العلاج بالقرآن ناس كتير جدا بتقول إن العلاج بالقرآن ده ممكن أي حد يعالج أي حد بالقرآن وفيه ما شيخ طبعا خدت الموضوع ده هو كسب بيبا بيسترزقه منه وبيكسبه من وراءه فلوسه ما بيجيهش نتائج إيه اللي ممكن نقدر نفرق بين اللي بعالج بالقرآن واللي بنقوله عليه نصاب ما بيقدرش يعالج بالقرآن الحمد لله كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر اللهم لك الحمد التي جعلتنا مسلمين موحدين قائلين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله اللهم اجعل بلدنا بلد الأمن والأمان واحفظنا من كل سوء العلاج بالقرآن قضية مهمة جدا 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 إيه القضية المهمة في الحلقة السابقة اتكلمنا عن العلاج بالقرآن واشترطنا المعالج لازم أن يكون فيه عنده إخلاص إيه الإخلاص؟ الإخلاص في التوكيل الموكل به السحر يعني إيه التوكيل المتوكل به السحر؟ فيه ناس كتيرا تقولك ده أنا بعالج بالقرآن أبي أنت بتعالج كيفية العلاج بتاعك إزاي؟ أهم حاجة كيفية العلاج الصحيح في بعض الحالات بتجنة مضروبة متبهدلة وصل لها قهربة ويقولك ده الشيخ قال لي ده أنت عليك واحدة وعليك اتنين هو الواحد نك مش عليه واحدة ولا اتنين ولا تجوز من تحت الارض ما فيش الكلام ده يا معاني ولا واحد يقولك واحدة متجوزة وواحد مش عارف تحت الارض وفوق الارض والكلام ده كله ما فيش الكلام الفاضي ده وإحنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت وقلنا ما فيش جن بيلبس إنس ونصحنا الناس قلنا أي حد يقولك ده بنتك ملبوسة أو ابنك ملبوس أو مرتك ملبوسة ويتكلم ويتحاور معاه ده يجبى ده مش معالج ده يجبى نصار طب يقولك هتطلع من ضوف الرجلك واطلع وانت سميعني وشوفنا الكلام ده على هوا مع حلقات كتيرا جدا ويقعد يكلم ويرد ويقوله انت مين ويجبى أسماء غريبة الشكل الكلام ده كله مش موجود كل ده أمسال تخالف العقيدة معاني الباشا عشان ده إحنا قلنا الجن ده اتخلق من مارج من نار ماشي إحنا مثال بسيط يعني إحنا لو جبنا مثلا معلقة أو سكينة وحطيتها على النار وجيت تدخلها جوه إيدك إيه اللي هيحصل فيها مش هتحرق إيدك ما بالك بقى أن الجن اللي اتخلق من مارج من نار لو دخل جوه جسم الإنسان ما تقولك ملبوس إزاي ملبوس إيه مفيش الكلام الفضي ده مفيش حاجة اسمها لبس ربنا قال في القرآن ومسه الشيطان ما قالش ولبسه الجان ما اللي بيطلقوا من ضفره إزاي بكاش كل الكلام ده ده أوهام ده أوهام بيوهمها القرين بتاع الإنسان نفسه عشان المعالج ضعيف الإنسان اللي بيعالج الحالة نفسه هو اللي عاوز يتعالج عشان القرين الجن بيسيطر عليه وبيوهم المعالج نفسه عشان المعالج ده ضعيف إيه يعني يحافظ عيتين من القرآن ويقعد يقرأهم ده فيهم كتير ما بيصليش أنا أنا عرف شيخ كبير جدا كان بيشرب سجائر بيطلقها الشرسة جدا وبعدين دايما يقولك ده ملبوس ما بيراش على حد لما يطلقوا ملبوس هو هو إيه ملبوس ده ناخر ما فيش حاجة اسمها لبس ما فيش حاجة اسمها لبس الجن ما بيلبس الإنس الجن ما بيلبس الإنس نهائيا ولكن ديات كلها أمصال تخالف العقيدة الإسلامية ما لسنت ساعات أما بيهر عليها بتتكلم بصورة تانية وكلام تاني خالصه بشكل تاني إيه سر مثال بسيط أنت في حد يعرف يركب لسان على لسانه لا جميل عبد زي الجن هيلبس اللسان ويتكلم به فين العقلية أسعاد يقولك أنا الشيخ اللي معاهده مسلم والشيخ اللي معاهده مسيحي والشيخ اللي معاهده طايل كل الكلام ده بكش كل الكلام ده في الفضل ده أنت عارف أن احنا بنصلف مريارات على الموضوع ده طبعا كل ده في الفاضي لو كل واحد يتقل له في العمل بتاعه كان زماننا بقينا حاجة تانية ولو كل واحد يتقل له في الإنسان اللي قدامه ويعالجه بما يرضي الله كان زمان في حاجات كتيرة اتغيرت في البلد ده فيه مشايق كتيرة جدا بيعملوا علانات في التلفزيون يعني يجي لك عشرات من تحت كده ده بيجلي بالحبيب وبيجلي بالرز وبيطلع الكنوز اللي هي الأسار طبعا وكل الكلام ده الشيك بيعملوا وخصوصا من الناس بدون المغرب فليه إعلانات وليه تلفون دي بص يا غالي فيه حاجات معينة ماشي الكنوز دي الكل يعلم أن فيه كنوز موجودة الشيء يقدر يطلعها؟ مش كل المشايح أصلا مشوفهم بينصبوا على النقطة دي ومعدين بيكتبوا ممكن يكتب بخور مثلا انت من 50-60 ألف جنيه وعند حد معين بيجيبوا وبعدين واحدة تانية يعني تجبأ خلاقها سيئة مثلا مع جوزها في صوتها في كده يقولك معلش أصلاك فتحت مش عارف الحمام وهي فين سرخت فقوضة ضلمة كل الكلام اللي موجود ده واللي الناس بتصرف عليه فلوس طب إمتى ما يجبع عندك حالة تقولي أن الموضوع ده وديه للشيخ يعالجه بالقرآن أو أدقى الدكتور وأبعد عنه هيعرف إزاي ماهم كل المشايح حضرتك بتروع عنده تلاقيهم رب ده أمو شوية بخور بتخش شاك إنك داخل على يعني ملاك فالحمة اللي انتهيت تعرفني إن ده نصاب أو غير نصاب والله بمجرد ما تخش زي ما اتفقنا النور اللي فاتت لما تخش عند المعالج ما تلاقيش المعالج بيذكر الله ويصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن بصوط عالي ويتوكل على الله في شغله بتعرف إنه ده دجال وفي شيء تاني المعالج الصحيح اللي الحالة تروح له مرة واحدة ما تروح لهوش لمرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة المعالج الصادق من جلسة واحدة جلسة واحدة طب سأل دير على حد كده بعدين يبص يرجع ويطلع حاجات سمرة من بقه وكلام من ده وتكبأ باك عش ده ولا نظر لا في بعض الحالات بتكبأ فعلا شربة سحر في بعض الحالات أنا عاوزي لك تفاهمني يعني هي شربة سحر شربة سحر دي طبعا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت ان في بعض الدجالين مثلا واحد متضايق من جاره غيران من ابن جاره انه هو أعلى من ابنه يقوم رايح لواحد من الصحراء دول يقول له أنا عاوزك تعمل لي له وقف حال تتعفهولي طب ازاي وقف حاله وما هم بضرين أحد إلا بإذن الله ما كل شيء مقدر بإذن الله ما كل شيء بقدر ماشي كل شيء بقدر هو متقدر له كده يعني هو ممكن يضره وينفع هو ما بيدرش ولا بينفع طبعا غير بإذن الله ماشي بس كل شيء مقدر له بس ممكن يكتب له الحاجة ده يعني ممكن يعمل له عمل زي ما بيقوله آه يعمل له عمل يعمل له وليواك في الحال كان فيه السنة اللي فاتت في بعض الطالبات في السنوية العامة آه كان فيه بعض الحالات أنا عليكتها والكل يعلم بيهم إن كان معمل لهم وقف شامل بالنجاح تخش اللجنة ما تشوفش أي شيء ويغم عليها ده مظبوط يعني فعلا الكلام ده مظبوط آه الكلام ده مظبوط وفيه حالات كتيرة أنا معليكها في قفر الشيخ والكل يعلم بيها بكده وفي المنوفية وفي الغربية وفي الصعيد وفي كل أنحاء العالم في حالات كتيرة آه يعني يكون مكتوب له إنه مسلا تخش الدراسة ما تشوفش حاجة ما تشوفش حاجة طب ويجي مرة يقولك أنا واحد كان بيحب واحدة وما بتجي تتجاوز يقولك أنا يعني يعمل لها حاجة اسمها ربط للزوج كلام ده موجود فيه ربط للزوج وللزوجة للتنين آه للتنين طب هل اللي بيعمل الأعمال ده بيجبه رجل طبيعي ولا رجل سفلي ولا رجل إيه لا ده سفلي يعني سفلي سفلي ده بتوضى باللبن وبيشرك بالله يعني مشرك مشرك ده يعني حرام إنه هو يعيش على وش الدنيا لما إنسان كده يغضب ربنا ويشرك بالله عشان المال يوما لا ينفع مالا ولا بنون طب لو سفلي ده ده أعمل حاجة إنت طريقتك تقدر تحلها طبعا طب تعرفها إزاي بالقرآن ومجرد ما تقول بسم الله على الحالة والحالة تيجلس أمامك كلمة بسم الله بتحرك توكيل السحر في جاساتها تقولك أنا الحتة الفلانية واجعاني وإحنا عارفين توكيل السحر بيكون في المعدة ومسلط على القرين في الراس أول ما تحط إيدك عليها وتقول بسم الله بيقوم توكيل السحر متحرك في المعدة تبدأ بقى تقرأ عليها آية معينة عشان ترجع توكيل السحر وتفك التلاصم اللي متوكل بها الجن ده ويرحل ويمشي ويسيبها عشان ربنا يشفيها ويعافيها من كل دائم فيها وبتشفيها بعد أول جلسة ولا لسه ده أكتر من جلسة أول جلسة إحنا بفضل ربنا والكل يعلم إن إحنا بنعالج الحالة في جلسة واحدة ما بتتكررش إثنين طبع عراض اللي مسحور ده إيه يعني أنا إزاي يعرف إنه يكون مسحور أو غير مسحور يعني فيه ناس بيقع عندها أحلام مزعجة فيه ناس بيقع عندها أرق فيه ناس ما بيتنامش فيه ناس إيه اللي يعني نقدر نقول الرجل ده مسحور مايروحش الدكتور ويروح ليش إيه فيه حاجات معينة لللي شارب السحر وفيه حاجات معينة لللي مصلق عليه الجن إيه الحاجات المعينة لأثر اللي شارب السحر قلنا في الحلقة اللي فاتت إن طبعا الإنسان اللي بيجبع مزحور لما بيروح للأطبة وما بيرتحش على لجل أطبة بيروح لبعض المشايخ أول شيء لازم أن تسأل عليه المريض المعدة عشان قلنا المعدة هي اللي بتستقبل السحر ومجرد ما تسأله وتعرف إن المعدة عنده تعبانة ومارتحدش على علاج الأطبة تعرف مباشر إن الإنسان ده مصحور فإنت سألته قلت له معدتك عامل إيه فرد عليك قال لي لا والله ده أنا معدتي كويسة أنا بشتكي من بعض الأشياء التانية زي إيه قال لك إن أنا بشوف مثلا أحلام مزعجة بشوف في حد في المنام بيجر وراي بشوف حدي بشوف تعبين عندي في الأحلام وكده ده تعرف إنه هو مصلت عليه من قبائل الجن فأنت بتعمله بتفك التوكيل المصلت عليه بالقرآن وبالمية والزيت اللي انت بتعملهله والزيت طبعا ده بينضف عليه المسك عشان تأفل جسده وطبعا الجن بينفر من الريح الطيب والمسك طبعا ريحه طيب فالإنسان لما بيتهن جسده منه فالجن بينفر وبيرحل ورق ما بيرحل خلاص الإنسان بيرتاح في نومه وبتجب حياته سعيدة طيب ده بيكلف كتير جدا للمريض يعني فيه ناس خادت بموضوع العلاج بالقرآن ده بمبالغ كبيرة جدا يعني قوله يعالجه بس ياخد مبالغه وإن تعرف إن الناس معظم الداخل المادي الناس اللي بترتقت في الكلام ده كله أو بيروحوا أو بييجوا أو بتعمل لهم أعمال بتكبر مستوى الداخل بتاعهم محدود برضو فيه ناس برضو مستوى عالج جدا بس احنا بنقوله هل الجلسات ده بتكلف مبالغ كبيرة جدا والله مش كل الجلسات مش طبعا هو بيشتري الزيت والمسك وبيجيب الميا من عنده فإحنا بناخده بس التوكيل الفك وخلاص فما بيجباش بالمبالغ العالية دي وفيه حالات بتكلف برضو عشان بيجب فيه التوكيل البتاحة قديم مثلا واحد قعد خمس ست سنين مصحور طبعا عايش في عذاب ودنيوته متبهدلة وفيه بعض الاخوة اللي ربنا يسمحهم للصحرة بيجدد له التوكيل كل شهر وبيصلت عليه وبيرسل عليه بيجبأ مدمر جسد الإنسان ده كله بإذن من الله تعالى في جلسة واحدة بنفكوا التوكيل ده وبيتطهر وبينضف والموضوع يعني مش بالكلفة العالية اللي في دماغ أي حد اه يعني زي بتقول المصاريف يعني يعني احنا نقوله دلوقتي لو فيه حد سمعنا دلوقتي وعنده مشكلة حاسس ان هو ممكن تكون حد عامله حاجة أو حاجات يقدر يتواصل معانا عن طريق القناة دلوقتي او من بعد البرنامج لو فيه حد حاجة انت ممكن تروح لأي حد في أي مكان والله فيه ناس ولا لازم يجي لك مكانك فيه ناس بعض الناس احنا بنروح لهم مثلا عريس وعروسة مربوطين ما ينفعوش ان هما ييجوا لازمان دول احنا بنروح لهم فيه بعض الحالات الكبيرة في السن اللي ما بتقدرش تيجي احنا بنروح لها وطبعا ولكن الحالات الشابة بتجنة طبعا بنعالج بالقرآن طبعا كل شيء بالقرآن لو فيه الاجانب دول ما بيطربطوش والله والله الاجانب ما بيطربطوش لي عشان هناك الناس دي واخد حياتها كلها عمل ونشاط وجد من ازاي عندنا هنا والله الشيطان هناك مع السجارة لا 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 بصي لصي ما فيش واحد ما فيش واحد هيتربط هناك واحد مين لا يفوقوا ما فيش علاج بالقرآن ما فيش حد هيربطوا اوهم افتكر المليون في المية ليه الشغل ده مابجود عندنا في مصر عشان في بعض الناس هنا جواهم حقد لبعضهم ولكن هما هناك ناس عملية مش فاضية للحاجة دي ولكن للأسف في عندنا بعض الناس جواها حقد وقراهية لبعضها فعشان كده بيلجأهم للحاجة دي قبل لي خليه يلجأ للحاجة دي ما يلجأ لربنا وربنا هيوصله في المكانة اللي اعلى منه يتوكل على الله ويناضي ربنا وان شاء الله ربنا هيوصل ابنه او هيوصل بنته للمكانة اللي هو عاوزها ما يحقيتش على جاره وعلى ابن جاره ولا على بنت جاره ولا كده طيب احنا معنا اتصال للأخت حنان الو ايوه سلام عليكم سلامه العمد الله وبركاته حضرتك انا عندي بلقص 15 فات طيب يا ريت لو ستتعى التليفزيون وقطيه بس شوية وكلمينها من التليفون بس حضرتك انا على طول بتعالج وعلى طول باخد علاج طبيعي وكده ومنا فيش حاجة نفع معايا طيب انت بتشتكي من ايه حضرتك انا فيشتكي من ضحف بجنكي سوف بجيبه بطارك 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 ما عاملش ايه حضرتك طيب ورأي عرضت الاول على دكاترا قالولك ان انت ملكيشة اللاج عندنا بطارك هو التليفون مشكلته بيقطع انت منين حضرتك طيب اسمعينا كده والشيخ هيرض عليك هي بتقولك ان هي بتشتكي من ضهرها ومن بطنها واتعجد كتير جدا وما بتوصلش في نتائج الاخت حنان هي بتقولك انا دايما باك بتعبانة وجسم مكسر وروحت اعملت علاق طبيعي ودايما باك بعاوزة انام وما باقترش اتحرك وباك باك انا جامد زي الاخت حنان ديت يعني لما راحت لكذا طبيب وما فيش نتيجة الاخت دي تكون مخطية سحر طيب يعني ايه مخطية سحر؟ بيكبه في بعض الناس مش طايل ان هو يحط لك لا في اكل ولا في شرب وييجي بقى متغاز منك او متضايق منك يقوم عاملك ايه؟ يقوم رايح للدجال ده ويقول له انا عاوزة اتعبه عاوزة اكسره عاوزة اخليه يرؤد في البيت اه ايه يقول له اب تكلف في الموضوع ده هيكلف خمس تلاف جنيه يقول له ماله هدفع خمس تلاف جنيه بس درهولي ونيمهولي في البيت يقوم عامل له ايه؟ يقوم عامل له الطريقة اللي هو بيشتغل بيها ويقول له رشه هالي قدام ما ادخل البيت بتاعه اما فيه ناس كتيرة بتخش وبتطلع يقول له لا لسه انا كاتب اسمه على التوكيل ورشه له هو الوحيد اللي هينضر يعني نقول له اختحنان ممكن تتصل اليك بعد البدنة طب معنا ثاني اتصال من اسم محمد الو الو ايوا السلام عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا اسم محمد تحت عمرك السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوا انت منين يا اسم محمد دكاترة كتير برضو مضيش فايدة وانا حش ان اعمل له عمل يعني انها متخلف طب انت منين يا اسم محمد يا اسم محمد الساحل الشمالي الساحل الشمالي طيب الشيخ يا رضي عليك تفضل عام الشيخ والله يدينا الاسم بالكامل واحنا نعرف فيه اللي عندها باذن الله طيب فيه تليفون الشيخ رضا موجودة على الشاشة خد التليفون واتصل عليه بعد الحالة وهو هيتعامل معاك من غير ما يجي بس رجاء انا تليفوني موجود معاك تاني للتواصل لو حصلت نتيجة وجات نتيجة مظبوطة ياريت تتصل علي وتقولي طبعا يا عام الشيخ رضا انا اعذر لك حاجة واحدة بس احنا خلال الفترات اللي احنا موجودين فيه في مصر من قديم الازل فيه خيل وفيه شر فيه شيخ دجال وفيه شيخ صادق بتختلف الامور بوجود الناس يعني انا ما روحتش يعني انا اعملت اكتر من حلقة مع اكتر من الشيخ وكان فيهم ناس مثلا اول ما نطلع برة تلاقي بيشرب شكاير وممكن نطلع على الكافية برة يشرب شيشة والدين يا باية فانا ما محسش ازاي بتعليك بالقرآن وانت بالمواصفات دي فهل فيه مواصفات للرأي انا في نفسي اما نيجي داخل للشيخ انت بتلاقيه قاعد في غرفة زي اللي بتشوف في الافلندا وشوية جايب بخور والدنيا مظبوطة ومحدش يكوش للشيخ اللي بعد شوية وانت داخل عليه في الباب يقول لك اتفضل يا شيخ رضا انا عارف انت جيل ايه هل ده بيشغل قرين ولا مشغل واحد مرة ولا بيعمل ايه والله في بعض الناس منهم بتشغل بتشتغل على القرين وفي بعض الناس بيجبوا مشغلين ناس برة يقولوا اسم الحلال اللي جاية بيسأله بيسأله المريض وهو قاعد ناس طيبة بيفكر ان هو الشيخ ده بقى ما شاء الله علي فبيقعد بقى يسأله انت ايه وشكلتك وايه دنيتك ويقوم لفف من الباب التاني وسأل الشيخ طيب احنا معنا تلفهم من روما يا طرى بتاع روما علو السلام عليكم وعليكم السلام بكلم حضرتك من العاصمة الايطالية روما يا اهلا وسهلا تحيات البيت حضرتك الكريم وتحيات الاسرة البرنامج والقناة الجميلة والبرنامج الجميل الحقيقة بيسأله يا سيدة ربنا يبريك لك بس في ايطاليا الناس بديكم مصهورين والحاجة نبعتلكم الشيخ ريلا ولا ما يكونش في حد مصهور الحقيقة انا قد بس عاجة على تعليق بسيط على فضلك الشيخ لا كل الاحترام فضلكك بس انا عاجة تساءل احنا هل معقول واحنا في الظروف العلمية الرهيبة والتكنولوجيا المتقدمة والعلاج الكيموي الموجود في العالم كله لسه بنلجأ لهذه الخلافات والصحابات بدا معقول يعني باي حق انا شفت الحضرتك بتشير اليه اللي الناس عاملة اعلامات لرقية شرعية واعلامات مش عارف ايه واعلامات بالقرآن من اين اتى لكم هذا العلم يعني احنا ما شفناش يعني وهل مثلا يحر والله 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 الاتصال انقضع الاتصال طبعا الناس في اوروبا والناس كده بيجبالهم صورة ومختلفة انا عرفت ان انت في الفترة الاخيرة ان انت بتعمل علاج بالعسل علاج طبيعي بيعمل حاجات يعني احنا بنقوله العسل اللي موجود معنا ده ده عسل طبيعي مية في المية وبسموه عسل جابلي وانت قلت حضرتك ان انت بتعمل لليش قلت تفاض بسيطة جدا والعسل ده بيتحول بيجبال نفس مركباته بس المواد اللي انت بتضيف عليه بتجبال مواد طبيعية يفيد في ايه لو عملنا الشغلانة جيه العسل ده احنا بنعملوه طبعا وبنضيف عليه حاجات معينة بيعمل اول شيء راحة للمعدة التعبات المعدة تاني شيء لعلاج الكبد تالت شيء للتعبات البرستاطة رابح شيء وده مهم جدا جدا تطهير معوي شامل للبطن كاملة ان كان من مرارة او من كبد او من طحال او من كلا او من اي شيء من كل ده يعني نقوله الحلقة الجاية ان شاء الله هن يزبط فيها مكونات العسل والواحد اللي عاوز يقدر يعمله في بيته ماشي واللي مش عاوز احنا نقدر نوصل الحقيقة الوقت بدهمنا واحنا المفروض عاوزين حلقة او اثنين وثلاثة واحنا تنورتنا النهاردة وشرفتنا وربنا يزيدك من العلم ونتمنى ان لو حد عنده مشكلة في الكلام دهوت ان هو يقدر يتواصل مع الشيق رضا هي تلفونة موجودة على الشاشة واحنا الحقيقة في نهاية هذا اللقاء بننبه ان في الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم على قضية مستشفى الرغامة اللي الناس كلها سبتها وكنا بنتمنى ان نائم مجلس الشعب في الرياض يقدر يحل المشكلة دي او يقدر يعمل فيها حاجة ولكن الناس دلوقتي بتشتكي من الكشف اللي موجود خارج نطاق المستشفى لان الاسعار غالية والناس بقت صعب جدا ان يعمل عملية خارج نطاق المستشفى شغرا تنورتنا وشرفتنا النهاردة في قناة صحة وجمال وان شاء الله معاك تاني عسل فيه المكونات يعني نعمل عسل من نوع ده وعسل من نوع ده وهل تكلفة العسل ده بتكبه كبيرة في السعر لا ان شاء الله مش كبيرة في السعر ولا حاجة تكلفة العسل المحدودة وحاجة جميلة جدا جدا وان شاء الله فيه ناس كتيرة خدت وجربت ويعني فيه شفاء للعالمين ودي شيء من عند الله وربنا يشفي كل مريض وانحنا طبعا دايما بنشكرك وبنشكر اسرة البرنامج على المعلومات الجميلة اللي انت بتوصلها للناس وربنا يجعلكم دايما سبب لشفاء كل مريض انت نورتنا وبنشكركم في ناس هذا اللقاء يا سبعانا اللي نشكر الشيخ رضا راشد على امل ان نلتقي بكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة